اشتركوا في القناة 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 فيفترض الحاجة الاولى اللي نركز عليها هي حالة التصالح في البيت حالة السلام في البيت لو في مشاكل ما بين الاب والام المشاكل دي اما تتحل بعيد عن طلاب المدانسة والجامعات في الغرفة لوحدهم يطلعوا كافية يطلعوا مكان يحلوا المشاكل دي بس من وطرش الاولاد داخل البيت الانيرجي الباد انيرجي لما بتكون من منبع او السورس بالبيت اللي هو الاب والام اتو ما تكلي بتتنقل لمين للموجودين في البيت من فاقل سالبيت فعشان كده يعني ويا ما قابلنا بالجامعات او قابلنا بالمدارس يا ما قابلنا طلاب هو مكتهد جدا بس مش عاوز يدرس مش عاوز يذاكر ممكن يبقى شاطر في حاجة تانية بالضبط ليه كده بالضبط اضافة للي حضرتك اتفضلت بيه مش بس دي لا هو عاوز يعاقب الام والاب عشان دايما فيه صراع فاذا توفير السلام النفسي والسلام الداخلي داخل البيت البيت ده مملكة ده مكان بالسكن والسكينة الهدوء دي اول نقطة النقطة التانية اللي ياخدوا بالهم الاهل الان احنا بنتكلم على مستوى الاهل شوي تانية هنروح على مستوى الطلبة الحاجة التانية اللي ياخدوا بالهم منها الاهل الى وهي الاكل بصي احنا بنتكلم عن امتي حنان طب ليه الاكل بقى ايوة في بعض المأكولات وخاصة السكريات والمحليات والملونات والمصنعات تساهم ب عدم التركيز الفقرة ابريديك حضراتكم كنتوا بتتكلموا عن التركيز صحيح السكر الصناعي بيسبب حالة ذبذبية داخل الدماغ بتخلي الطالب او بتخلي الانسان ما فيهوش تركيز مش قادر يركز مش قادر يفوكس على موضوع واحد بتلاقيه مشتت فاذا السكر الطبيعي التمور الزبيب عين الجمل الحاجات اللي بتساهم انه سرعة التوصيلات العصبية تغزي سرعة التوصيلات العصبية داخل الدماغ وبالتالي هنا الطالب قادر يفتكر قادر يعمل العمليات العقلية العليا من تحليل من مقارنة ما بين المعلومات اللي عم يدرسها والمعلومات اللي بيتعلمها تحليل مقارنة اسقاط فالعمليات العقلية العليا دي بالدماغ لا يمكن القيام بها واحنا بنأكل المصنع والسكر الصناعي صحيح طب يا دكتور حضرينك اتكلمتي عن دور البيت والأسرة يعني هو برضو دور البيت والأسرة بيقتصر على أي خلافات طبعا بين الأب والأم أو الجو العام للبيت يبقى هادي لكن كمان فيه دور للمدرسة يعني بصرف النظر بقى عن أن الجو البيت العام يبقى هادي وفيه طاقة إيجابية سواء بقى الكبار في الجامعة أو لأطفال برضو صغيرين كلهم بيتأثروا بأي عوامل حواليهم دور المدرسة بقى إيه للمدرسة المفروض تتبعوا علشان تقدر أن هي تهيأ الجو العام للدراسة للأطفال أو حتى تراب الجامعة أو مش تراب الجامعة يعني خلينا بنقول دور المدرسة يعني لغاية الكبار بقى اللي هيدخلوا الجامعة دور المدرسة أن تراعي الأسليب العلمية في توصيل المعلومة يعني يفترض المدرسين يتم تدريبهم على في رستفل أنه نحن أولا لازم نعرف العقل إزاي بديل مع إيه؟ مع المعلومة كيف بيتعامل كيف بيستقبل كيف بيصيف كيف بيرحلها لملفات الذاكرة البعيدة كيف ربط عملية التعليم بالفايف سنسز يعني أفضل وسائل التعليم وأنواع التعليم هي التعليم القائم على ربط الحواس الخمسة بالضبط الحواس الخمسة بما أقوله فالتدريب المدرسين على الأسليب العلمية والنفسية خد بالك حضرتك من كلمة النفسية طبعا الأسليب النفسية بحيث أنه الطالب ده لو متوتر لو طالع هرمون الأدرينالين عنده مستحيل يستقبل معلومة صحيح إحنا دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك حاجة الأهالي ما بيكونوش محددين أبدا عدد ساعات المذاكرة في اليوم يعني تلاقي كده الأم هي قررت دلوقتي أن ابنها لازم هيذاكر دلوقتي فخلاص هو هيدخل يذاكر دلوقتي ومش محددين مثلا إيه عدد ساعات معين مش محددين مود معين للطالب أن هو يذاكر فيه طب هل هو متضايق دلوقتي؟ هل هو شعوره إيه دلوقتي؟ فأفضل عدد ساعات أو الوقت المناسب كده عدد ساعات مذاكرة كده في اليوم وأفضل كمان حال يعني لازم يكون بالزبط يعني مثلا إيه حاله إيه دلوقتي علشان أخليه يذاكر؟ حلو، الشق الأول من سؤال حضرتك ألا وهو إنه إيه الحالة الداخلية يلي الإنسان أو الطالب يلي مستعد لأنه يذاكر دلوقتي هو متعصب، دلوقتي هو زعلان، دلوقتي هو فرحان جدا ما ينفعش، ما ينفعش لأنه عملية الحفظ والدراسة والفهم لا تتم إلا في وجود حالة في الدماغ اسمها ألفة ألفة دي هي الحالة المثلة اللي بيكون الإنسان مفوكس الآن حضرتك فل فوكس، أنت مركزة تماما بما يقال الحالة دي أنت قادرة تحفظي فإذا حالة ألفة هي الحالة اللي الدماغ بيكون فيها مسترخي يعني بحالة بيتا للدماغ بيكون فرحان قوي، زعلان قوي، مكتئب، ملوش مود، out of مود فيه أكستريم يعني، فيه أكستريم بفيلنجز معينة أو مشاعر معينة دي حالة بيتا، دي مخلوقة في الدماغ الحالة دي وللأسف معظم الطلاب عايشين بحالة بيتا بيتا، بزرق المرض، أنا كنت عايزة أقول لحضرتك هو الأطفال على طول أو الطلاب عايشين في بيتا على طول نرجع للنقطة الأولى السكريات، هي اللي عم تخليهم بحالة بيتا آه طبعا، ده صحيح، أنا أتفقد جدا مع حضرتك بالضبط، يعني ده ملخوص بالنسبة لي أنا، بشوفه بعناي بالضبط، فإذا أنه ندخل الطالب بحالة بيتا اللي هي تصبيت الهدوء، زي ما قلنا ابدأ اهدأ، ابدأ ركز، يلا أنت هتدخل في مود الدراسة تهيئة الدخول في مود الدراسة مقبل على القليلة ربع ساعة لي؟ لأنه الدماغ بدأ يفوكس، إلا الفوكس أو التركيز بدأ الدماغ يركز على أنه أنا هدخل الآن بمود أني أفهم، أحفظ، عشان عندي امتحان أما تخديه من الجيم أو النادي أو كذا متضر للنار، متضعش مش هيقدر، مش هيقدر، بعدين في نقطة تانية بالشق الآخر من سؤال حضرتك ألا وهي تنظيم موعد الصحيان، عادة بيقول لك موعد النوم، ماشي أي أن كان موعد النوم يفترض أن يتم تنظيم موعد النوم، وعلى الأقل يعني خلينا نقول من ست ساعات لماكسيمم ماكسيمم سبع ساعات أو ثمان ساعات نوم يعني كفاية قوي سبع ساعات، طيب ما قبل الدخول بالنوم مهم جدا لأنه عملية الحفظ بمعنى اللي إحنا بندخله على دماغنا ما قبل عملية النوم بنص ساعة هو اللي أو اللاوعي بيشتغل عليه كل الليل بالسايفينج، بالاناليسز، بالتركيز، وبيخليه بياخده للذاكرة بعيدة المدى عشان يتخزن ويطلع وقت من أستدعيه من الدماغ زي ما قلت لحضرتك آلية عمل الدماغ ABC إنه نجاح الطلاب إنه يكونوا فاهمينها الأهالي والمدرسي لأنه هي حضرتك الشبكة أو السنارة اللي بترجعي بتصطادي بيها المعلومة اللي اتقالت بس هنروح لحتة إنه عدد الساعة ماكسيمم قد إيه؟ حد الأقصى، لا للمذاكرة للمذاكرة، فيه تكنيك اسمه بومدورا بومدورا تكنيك، قالوا إنه أفضل طريقة الدماغ يتعامل بها بحفظ للحفظ لحفظ المعلومات هي طريقة بومدورا زي تولديو تكنيك، اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه الطالب أول حاجة أنا قعدت فرغت أمامي كل المشتتات والملهيات من موبايل موبايل أرجوكم الموبايل هو طبعا طبعا موبايل وآيباد بالضبط، بيقلك أنا هدرس على الموبايل، مفيش حد بيدرس من قطعة قد كده؟ بس معظم المدارس فعلا يا دكتور دلوقتي بقت كل الهوميكس وكل الدراسة كلها على الآيباد يعني مفيش حاجة بتتمسك، وحتى الكتابة بالألم بتاع الآيباد ففي مدارس دلوقتي يعني صحيح، بس فعلا مش الموبايل؟ لا مش الموبايل، لأنه الموبايل تو الوقت نوتيفكيشن ورسائل مش الموبايل، يعني أنا ابني هو الحياة كلها على الآيباد مثلا، دي نوع من أنواع المدارس الهوميكس على الموبايل، حتى الدروس اللي المفروض يحفظها أو يعملها على الآيباد دي برضو حاجات من الحاجات المقلقة، بصراحة اللي هو التعرض للسكرينز، ده من ضمن الحاجات الحريك بتقوليها أنه التعرض أصلا للسكرينز حتى لو هو بيعمل حاجة مفيدة أو حاجة ليها علاقة بالمدرسة أو هوميك، ده برضو ممكن يخليه مخم التفكير والتركيز مش مصبوط؟ صحيح، صحيح كلام قدرتك، بس نفصل عنه النت، ما يبقاش فيه إنترنت، بالضبط، إلا لو في سيرش عاوز يأبلاي أو عاوز يطلع معلومة ماشي، لكن يخلي المعلومات اللي عاوز يسرش عليها على جنب، تمام، بس يشتغل على التابلت، الموبايل ممنوع أصلا بيروح النظر، صحيح طبعا، آه، ثانيا حضرتك بالتلامس المباشر ما بينك وبين الموبايل نرجع للتشتت الزهني، الموبايل بيطلع طاقة كهرومغناطيسية تسبب التشتت الزهني إذن، بس بالضبط، ليه لأنه الطاقة الكهرومغناطيسية اللي حوالين الجسد بتتخلخل، المسبب لها الطاقة اللي طالعة من الموبايل الكهرومغناطيسية صحيح، بس يعني برضو يعني ماكسمم كده نخليهم يذكروا قدقية علشان قبل ما نختم نعرف المعلومات على وقت المذاكرة، أيوه، أيوه، بومدورا بتقول إنه إحنا ندخل بحالة المذاكرة بتركيز تام، صحيح، تنفس ما قبل الدخول في عملية المذاكرة، التنفس بغزة الدماغ، بالأكسجين، وبالتالي بيخليني أنا في الفوكس، البرسبشن أو الإدراك بتاعي متجه على إني أنا الآن هدخل في مود إني هفهم، هدرس، 25 دقيقة أنا، بس قبل ما أدخل بعملية الدراسة، أكتب الجول جنبي على ورقة كده، أكتب إنه مثلاً chapter 5 ولا whatever أنا لازم يكون خالص معايا within 25 أو 25 دقيقة طيب، إنه في نظريات تانية بالنسبة للtime بتقولك الوقت عندك بيمتد أو يتقلص على حسب أنت ديتي أردر لدماغك يعمل إيه خلال الدوريشن دي فإنه لما أقول 25 دقيقة هخلص 20 صفحة، هخلص 10 صفحات، هعرفت أنا أخلص وذين time ده طبعاً ده طبعاً يعني بيتطلب إيه؟ نبعد كل المشتتات والبني أدمين والبشر حوالين اللي قاعد بيذاكره طبعاً الموضوع ده يا دكتور محتاج حلقات وحلقات يعني حضرت من ورهنا النهار ده إحنا بنشكرك دكتورة ساوسان عبد الفتاح استشالي علم النفس نورتين وفتين جداً النهار بسير حضرتك جداً يا أهلاً يا أهلاً، شكراً جداً شاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا الأولى دقيق ونرجع لكم مع فقرتنا الثانية، انتظرونا